مع موجز الأهم الأنباء بصحبة زملتنا هل الحمل شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيع المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأضافت الخارجية أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم السادس والعشرين من فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهديئة بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام وكشفت الخارجية أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لم تنقطع في أي مرحلة مشيرا إلى وجود تمثيل دبلوماسي للبلدين في القاهرة وأنقرة وخلال مؤتمر صحفي مشترك أقب مباحثاته من نظيره التركي مولود شوش أغلو في القاهرة أكد شكري وجود رؤية مشتركة بين البلدين حول العديد من الموضوعات بداية من تطوير العلاقات الثنائية على المستوى السياسي وصولا إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال مشددا على خصوصية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وحرص مصر على عدم تأثر تلك العلاقات وأوضح وزير الخارجي أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات السابقة لافتا إلى وصول الاستثمارات التركية في مصر إلى 2.5 مليار دولار حث مستشار منظمة الصحة العالمية الصين على نشر كل المعلومات المتعلقة بأصل جائحة كورونا وذكر بيان لمجموعة استشارية نالمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية أن علماء صينيين نشروا في وقت سابق من هذا العام التسلسلات الجينية للفيروس وكذلك البيانات الجينية الإضافية المستندة إلى عينات مأخوذة من سوق للحيوانات الحية في ووهان بالصين عام 2020 وأوضح البيان أن النتائج نشرت لفترة وجيزة على قاعدة بيانات المبادرة العالمية لاقتسام بيانات إنفل ونز الطيور وهو ما سمح للباحثين في الدول الأخرى بالاطلاع عليها أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أن أوكرانيا ستتلقى مساعدة عسكرية جديدة من دول حلف الشمال الأطلنطي وحلفائها وقال زيلانسكي أنه تم عقد اجتماع دوري في رامشتاين مشيرا إلى وجود حزم دفاعية جديدة من كندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وأستونيا كما أشار إلى أن السويد وبولندا اتفقت على مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تضم ذخيرة وقذائف الدبابات والمدفعية وأضاف أن بولندا والليتوانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى تواصل مساعدة الجيش الأوكراني بقوة أعلنت وكالة أنباء يون هاب أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سول وواشنطن أكبر منورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات ونقلت يون هاب عن هيئة الأركان المشتركة في سول أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الشرقي وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة هذه بعد أن أطلقت بيونج يونج الخميس أقوى صاروخ لها قبل زيارة لليابان أجراها رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول تواصلت الاشتباكات بين شرطة باريس ومتظاهرين لليوم الثالث في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على رفع سن التقاض وحضرت السلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشنزليزي بوسط باريس بعد مظاهرات أسفرت أن اعتقال واحد وستين شخصا في اليومين السابقين تظاهر آلاف البرتغاليين العاملين في القطاعين العام والخاص في لجبونة السبت للمطالبة بزيادة الأجور واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة جاءت التظاهرة بدعوة من الاتحاد العام للعمال البرتغاليين غدات إضراب لموظف القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور أثر على خدمات النظافة والمدارس والمستشفيات كما دعا الاتحاد النقابي البرتغالي الرئيسي إلى كبح أسعار السلع الأساسية والمساعدة في الحد من ارتفاع الإيجارات والقروض العقارية وسن تدابير للتصدي لانعدام الاستقرار الاقتصادي لقيا 14 شخصا مسرعهم على الأقل وتعرضت منشآت لأضرار إثر زلزال بلغت قوته 6.18 درجة بمنطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو وقال الرئيس الإكوادوري جيار مولاسو في بيان إن جميع الوزارات الناشطة ولديها موارد اقتصادية كافية لإصلاح ما نجم عن الزلزال من أضرار على الفور وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومتر على بعد 10 كيلومترات من مدينة بلاو انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومص بعد الفاصل